في الشان السوري قالت الحكومة السورية أن نجاح وقف إطلاق النار في إدلب يعتمد على التزام تركيا بسحب الأسلحة الثقيلة من الفصائل المسلحة وإقامة منطقة منزوعة السلاح هذا وقال المرصد السوري حقوق الإنسان إن الطائرات الحربية السورية والروسية لم تشن اليوم أي هجمات في شمال غرب سوريا والذي تسيطر عليه الفصائل المسلحة بعد إعلان وقف لإطلاق النار في أقاب عنف احتدم على مدى ثلاثة شهور وأسفر عن مقتل المئات نبقى في الشان السوري حيث قال المبعوث أو مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا جيمس جيفري إن بلاده مستمرة في المباحثات مع تركيا بشأن إنشاء المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا رغم الاعتراض التركية على الطروحات المقدمة من الجانب الأمريكي وأوضح جيفري أن واشنطن ترى أن العمق المناسب للمنطقة الآمنة المقترحة هو ما بين خمسة إلى أربعة عشر كيلو مترا تديرها قوات أمريكية وتركية مشتركة فيما يقول الجانب التركي إن المنطقة الآمنة يجب أن تكون بعمق خمسة وثلاثين إلى أربعين كيلو مترا ويديرها الجيش التركي لوحده وبشكل كامل